اشتركوا في القناة 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 كل الناس اللي بقى فهماها وكل الناس بتطبق فاحنا خلصنا الانفرستركشن لير بعدين طلعنا السيرفيس لير بعدين طلعنا الابليكيشن منجمنت احنا الوقت بنتكلم في ليير فور سبعة وخمسين دلوقتي فيها بيك ديتا وفيها سبعين ريسيرشورز شغالين في منتهى القوة على الكلانيكال وكمان بيزيك ريسيرش الجينوم وعملين مع كليات عالمية فعلا مع هارفورد بنيس سكول وحاجات في أوروبا ان احنا شغالين على ازاي نعمل حاجة في موضوع السرطان انا كسي اي او ساعتها كنت بفكر في ثلاث حاجات دايما في كل المراحل دي الناس يحصل على الناس الناس يحصل على الناس هناك قاعدة جميلة جدا تقول إذا كنت تقلع الناس يحصل على الناس احترامت الناس واحترامت الناس جدا وكان لازم اعمل كده لان مش هقدر انجح من غني الناس لكن بعد ما دخلت معاهم واقنعتهم انجح تجربة سرعة جدا لان الناس يحصل على الناس لا يحصل على الناس لا هذا الناس يحصل على الناس كل يوم تتعرض لناس تجبح جماع هذه الناس انا مشيت بسرعة قوية جدا وانا واقف على ارض صلبة لان ما كانش ينفع اعمل غير كده ما كانش عندي اوبشن ان انا منجحش حقيقي ودي من الحاجات الصعبة جدا لان حتى السوفتوير عملنا بيكبانج ودي من اصعب الامبليمنتيشن اللي فديني ان مستشفى كلها بتشتغل مرة واحدة لكن اهتمينا بالتدريب بالناس وكل حاجة في كل مرحلة من المراحل بصينا على موضوع السكوريتي من اول لير مهتمين جدا موضوع السكوريتي وعندنا بيتنت في السكوريتي في توصيل الميديكال اكويبمنت على كل حاجة في السوفتوير بتاعنا فالدكتور ما بيهتمش الوقت غير بالعيان بتاعه ما بيبصوش يكتب ايه ولا مكتبش ايه كل حاجة بيعملها العيان بتترمي في الفايل بتاع العيان وده بيخلي في ديسيشن سبورت رائع الريسكي مانجمنت موجود من اول لحظة واحنا طبعا خدنا كل الريسكات اللي في الدنيا لان كان الموضوع صعب جدا ما كانش في حد في الوقت اللي احنا بنشتغل فيه من الفين وستة الفين وسبعة الائتي جافورننس برضو اشتغلنا عليه يمكن الحاجة الوحيدة اللي زودتها في الفريمورك ده هي الفاليو ميجرينج وهي دي اللي كتلازم تزيد علشان خاطر نحط لستندر طب ليه رحنا لشركات عالمية الشركات العالمية عندها تجربة فأنا دايما كنت بقول لي التيم عايزين نشوف القطر فيقولوا قطر ايه قطر التكنولوجي انا عايز اشوفه بس انا مش عايز اركابه انا عايز ابقى شايفه وانا على القضيب ابقى شايفه النهاردة سبعة وخمسين جوه القطر في مركز متقدم جدا وحتشوفوا الوقتي احنا في مركز متقدم ازين اول سؤال سؤال سألته للمانجمين تيم عندنا اللي هما انا بعتز بهم جدا لان لو لالسبونسورشيب الجبارة بتاعتهم ما كنتش نجحت خالص نهائيا بزنس فرس تكنولوجي ساكن انتو عندوكو الطب بشكل ايه فما مجاوبوش قالوا لا يعني كل واحد في دماغه طب لتعلموا تقول لهم لا احنا لازم نستندرديز الطب الاول عشان الاتوميشن دي بتصرع الطب فقط لغير فمهم جدا ان احنا نسأل ده كان اول سؤال وهو ده ده اللي تبانى عليه كمان موضوع الريسيرش تاني سؤال الكلوبريشن انا مفيش شركة جات اشتغلت معي وحست ان انا كلاينت كان لازم نحس ان احنا بارتنرشيب لان الشركات بتبدع لما يبقى فتح لها السكة انها تبدع لو انا الكلاينت بتاعي طول النهار عمالي حاسبني وعمالي قطامني وعمري ما هنجح وده اللي بيعاني منه الشركات في مصر ان الكلينت قاعد حاطة رجل على رجل وقالوا اعمل لي وخلاص لا احنا خمسين في المئة علينا نشتغل وخمسين في المئة على الشركة هو ده اللي تعلمنا ولازم الناس تعمل كده اذا عايزة تنجح لازم يشتغلوا مع الشركة ما ينفع الشرك اشتغل لوحده ثالث حاجة تشينج منجمينت بروجرام ده عال اعمالنا ادابشن بروجرام رائع لكل صغير وكبير في السيستم فده كان رائع لان كل الناس اشترت الفكرة ده تشينج منجمينت نجحنا ان ما كناش عملنا كده كم ممكن سيكرتير صغير ما يدخلش الحاجة بتاعته ما قدرش عمل بيك ديت فبقى كل واحد مقتنع ان الانبوت بتاعه هيعني شيء فيما بعد دي الصورة بتاعت 57 يا جماعة قبل ما تتبني حاجة صعبة جدا وبعدين بعد ما تبنت الحمد لله انا جايب لكم الصورتين دول عشان تغرفوا ان ما فيش مستحيل احنا ما كانش معانا اي حاجة لكان معانا فلوس ولا كان معانا ناس لا كانش معانا اي حاجة سنة 2000 وانا بشرف ان انا واحد من الفاندرز سبع وخمسين وفعلاً ما كانش لحظة ان المستشفى دي مش تطلع نهائياً كنت عندي بليف رهيب ان المستشفى دي مش تطلع انا بس عارض لكم جون دانيلز ده وهو بيدينا الشهادة بتاعتنا هو ده رأي جون دانيلز وده الشهادة اللي هي انا بقول دي وسام على صدرنا كلنا احنا ويقرى تيمورك وفعلاً الراجل ده لما جاء الكلماتين دول ضيع كل تاع بالسنين بتاعتنا لان دي شهادة كبيرة جداً بالنسبان ويحنا كمان ابتدينا عشان ندليفر السيرفز بتاعتنا حاسينا ان احنا عندنا خبرة جداً عملنا شركة اسمها كل العائد بتاعها بيرجع ل سبعة وخمسين عشان نقدر نتعامل مع السوق ونتعلم من بعض يعني احنا محدش يقدر يقول انه هو اشتر من حد في الهيرسكيل العالم العلم الساينس كله عبارة عن ناس بتعلم من بعضه ولو وقفنا عند حاجة معين وقلت انا عارف هعرف على طول ان انا مش عارف بالعكس ان كل ما بعرف بعرف ان انا مش عارف فمتشكل لكم جداً وشكراً سيدة الوزير شكراً